اخيرا 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 اقول هلك امتا اقول هلك وامض superficial اهم فرصة في المباراة واسهل فرصة في المباراة. اخيرا بقى عنده النادي الاهلي بقى عنده مهاجم بيعمل اساسيات المهاجم. اساسيات المهاجم. مبدئيا. مبدئيا لسه متنفنش حاجات اكتر لسه. لسه بدري. اه بشان الناس احيانا بيتخذ الكلام تحطه في حتة تانية اه. الاهلي بقى عنده مهاجم اقدر ابني عليه شغل فني. طب يعني ايه عشان الوقت? تعال نشوف اول حالة وبعدين ارجع اكلمك تاني. يلا. تعال نشوف اول حالة واقول لك هو ليه ما زين بي? اللي امطر سانداونز بيترو اتليتك وهجمات على ما لعبه. وقدر انه يكتسح بيراميز خاصة في الشرط التاني تلاتة صفر على ما لعبه. في هذه النسخة. ليه? ليه? ليه الفرقة دي? كانت النهاردة عندها مشكلة في الخروج بالكرة. بتطر تلعب كرات طولية. هما فرقة بتتدرج في الكرة. لحد مرحلة معينة. في منحلة بناء الهجمة. وبعدين انت بتري تعمل او الكرات المسقطة في المساحات الفاضية. انت منعتهم من ده تماما. كان اهم لعبه الترس المفقود عند النادي الاهلي. كمل الفريم اللي جاي. بص هنا الراجل فين? وهيجبر الراجل يعمل فيه. رغم ان كان عندهم مساحات. اللي هما يستغل. بص. كمل الفريم اللي بعده. هو رايح الراجل غلس. هو بيعافر في كل كرة. ضاغط على الراجل الكرة الطولية. بص. حطها فين? الكرة دي طلعت في القوت. كان موقت عمرك كم مرة نهاردة? عملها تمام مرات. تمام مرات. يا اما كرة طولية. هتكلم على الحالة دي بعدها. يا اما كرة طولية بتروح في الهوى. تروح مطرح مطروح. يا اما كرة بتطلع بشكل خاطئ في القوت يمين او شمال. نتيجة ضغط لعب واحد هو وسام ابو علي. فهو ساهم في ان السيستم الدفاعي بتاع النادي الاهلي يتحسن لانك مش مدي فرصة لعملية البناء الاولى اللي بتتم من الخط الاول انها تطلع بالتدرج السليم لاي فريق. عزيزي. تروح بقى النقطة تانية مهمة جدا. تاني. انا انا قلت في اعتباري وسام ابو علي ضايع فرصة النهاردة دهب. رغم الفرصة الدهب اللي ضياحها النهاردة دي. لان انا مش هقصه عليه. لانه عمل حاجات تانية جوه المباراة. الفرصة دي كانت تلقي اللي المباراة في حتة تانية خالص. لكن انا شايف انه ما ينفعش احط عندي وسام ابو علي بالبروفايل ده واحط اي حد تاني. ابتكلم على المهاجمين اللي موجودين داخل النادي الاهلي. وبتكلم على العنصر اللي اللعب اساسي. ممكن استخدم كهرباء في وقت انعقات المباراة. لكن بتكلم على العنصر اللي اللعب اساسي. هنا تحت وانت تحت الضغط وتحت الكورة ومضغوط تماما يا كريم. وفي بعض اللعبة بتاريت تقع وسطنفزة بدنايا وفي لعب من النادي الاهلي. كان ساقط في هذه الكورة. بس الراجل بياخده الكورة تحت الضغط. وعمل بادي شيلدينج. يعني قادر يحمي الكورة في جسمه لحد ما دخل عليه اتنين اللعيبة. هيخش هيعدي من الاتنين اللعيبة ومحجز على الكورة. هو هنا هي على قد ما هي كنترول تحت رجله ان قادر يستخدم جسمه بشكل جيد. انه يعدي يعمل بنترشن عادي من الاتنين. لعيب ما زين بيملقاش حل. رح جاي اللعيب التالت داخل مكمل معاه واحتسمه يتفاول للنادي الاهلي. اجمالا. وسام ابو علي. اداني. اداني. امارة. انا قادر اشتغل وحسن شكل الاهلي الاجمالي. انا محتاج منه كتير. هشوف فترة جاية. عشان اقول ان هو ده مهاجم النادي الاهلي الاول. لكن اخيرا بقى عندك مهاجم قادر يشتغل جوه المنظومة. وده اللي كان بيقرد جدا مارسي الكولر. وهقول نقطة الناس هتستغربها. والناس تتفرج عليها بعد شوية. انه سوق اداء الاهة الادفاعي بدايته كات رسل حرب. سوق اداء الاهلي الدفاعي الفترة اللي فاتت كان بدايته رسل حرب. انك بتريح كل الفرقي بتوصل لحد وسط الملعب وتعد وسط الملعب التالت التاني. لا اي راس حربة. اه. حتى في وجود كهرباء اللي بيسجل. ام. سوق اداء الاه الحمل الدفاعي كبرج اللي بيضغط. ام. ومو ديسد مش اللعيبي اللي بيمشي. اهو ما بقاش قادر انه يوصل اصلا انه يضغط. فنهاياتا موسيما بعالي هو راس حربة بتاع نادي الاهل الفترة اللي جاية خاصة مع عودة في العبيد المصابي. معاي دي عايز اسمع منك الكرات السابتة اللي بتبقى على النادي الاهلي. النهاردة مازم بي نقطة قوته الكبيرة والتهديدات الكبيرة اللي جات على مرمى الاهلي معظمها من كرات سابتة. واعتقد هيبقى الخطر الوحيد على النادي الاهلي في مباراة الاياب هي الكرات السابتة سواء الدربات الركنية او الدربات الحرة اللي بتتلعب بالعرض. مازم بي خطير جدا جدا. آآ النهاردة في آآ ست كرات آآ اللي مازم بي منه كرات السابتة. بتتلعب دايما في 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 حل المرمى على طول. بيبقى فيه اتنين لعيبة طوال جدا. في آآ تلات كرات. طلع اللعيب لوحده خالص لعب الكرة. لولا التوجيه السيء. كان هيبقى الكرة في مكانها في المرمى. دايما بيبقى تركيز اللعيبة. في حل المرمى على حدود الستة عرضات. بيبقى فيه دايما اتنين لعيبة متمركزين. نقطة الخطورة مهمة جدا. بيجو اوقات بعض الاوقات الاهلي لما بدأ يركز في في قلب الجون وقلب الملعب. بدأ هم يغيروا ده ان فيه لعبة بتستلموا التامريات القصيرة من الكرة السابت وبعدين يلعبوها عرضية عشان يخلخلوا دفاع النادي الاهلي. مهم جدا الاهلي يركز في الجزئية دي آآ في مباراة الاياب. لان من وجهة نظري ده سلاحهم الوحيد في مباراة الاياب ان هم يقدروا يسجلوا في مرمى الاهلي. مش عايزين يبقى الموضوع اكل شيء. الاهلي يحاول على قد ما يقدر اللعيبة ما تدهمش فاولات على حدود منطقة الجزاء تسبب خطورة. دايما لما لعبت الاهلي تبقى ده كرة تحاول انها تبعدها بعيد عن الدربة الركنية. السلاح مهم جدا لمازينبي هو الوحيد. اتوقع الله يراهن عليه مازينبي في مباراة الاياب. وممكن يلعبك الحسابات كلها فلازم النادي الاهلي ياخد باله منه خصوصا. النهاردة التعامل مع ما كانش بافضل شكل ممكن. ماشي تلسين سنة. الاهلي يعاني عشان بس الناس بتردت تستبشر خير. انا قلت بعد مباريات الدور قبل النهائي ازا ما شاء بمول عز وجل. والاهلي صعد لنهائي الامور اتتحسن لان فيه لعبا هترجع. بتردت الكلام كتير على لعبا راجعة. فيش حد راجع. فيش حد يلحق موتش العودة. فيش حد هيلحق. ماتش العودة. مروانا هيتعمل له تست. وياسر هيتعمل له تست. دي انجل لسه شوية. وبقية اللعبة طبعا لسه شوية. امام لسه شوية. حسين مش هيدخل خايفين عليه. الشنواء عايز يرجع هو سليم لكن امها خايفين عليه. مش هيتم الدفع بيه الا في اول مباراة دوري بعد ما زينبي. اذا ما عمل التست وعده. فهي صعوبة المباراة. ان لازلت اوراقك هي هي. وتنقصت شوية بعد اصابة كوكا. لسه هتعمل له تست تاني ان شاء الله. واصابة اقرب. ممتاز. فالامور صعبة. ولازلت صعبة. ومبارات العودة صعبة جدا. ابراهيم كان بيكلم اكروات سابتة. ضربوا بيترو اتليتكو ثلاث مرات خلال مباراة واحدة. بالمرتدات. ممتاز. خروج الاهل الهجومي ممكن يعمل مشكلة. ممتاز. بس بتستش المبارات العودة هيرجع كريم ندفد. وهيرجع موديست ك اشتركوا في القناة.